كارلوس كيروش هيدارة بن علي خلينا أكد لك أن السبب الرئيسي في تواجد كارلوس كيروش مش تعد القرى أحد الأندية يعني النادي المصري النادي المصري برسعي دي هو اللي وجه الدعوة لكارلوس كيروش أنه يبقى موجود في مفوضات بدأت من حوالي أسبوعين بالزبط ما بين أساس كامل أبو علي بشافر المباشر نادي المصري مش النادي القهدي نادي المصري اللي بدأ بالمفوضات مع كارلوس كيروش من حوالي أسبوعين كمان يعني وتم توجيه الدعوة لي أن هو يبقى موجود في القاهرة ويقضي أجازة في أحد المتجعات هنا في مصر ويتم التفاوض ما بين أساس كامل أبو علي وكارلوس كيروش بشكل مباشر أنه يكون موجود حصل بعد ما نادي المصري دخل مفوضات الأهلي دخل في المفوضات مع كارلوس كيروش كارلوس كيروش عنده الأهلي وعنده المصري المفاجأة للساعات اللي فاتت دي عاد فيه عرض يوصله بشكل راسبي أنه منتخب إيران أنه مطالبين أنه يكون موجود معهم في كاس العالم فكارلوس كيروش شوية بدأ يعيد حساباته أنه أبقى موجود الفترة الجاية هيروح يضرب في كاس العالم هو متفلته كمان يهاني أنه هو واخد قرار من الفترة اللي هو مش عاوض الضرب الآن ده بالضبط وشف خد المجال للمنتخبات بالنسبة له شايفها أفضل ففيه كان فيه تحفظ كبير ولكن مش عارف هو لو أستاس كامل عرض عليه مبلغ كبير أو خرافي مع ما على فكرة مش هو بس يعنينادي الاتحاد السكندية بالمناسبة دخل في انفواضات بشكل مباشر مع باترس بومل آآآ دي نقطة مهمة كمان آآآ اتكلموا معاه وحصل تواصل معاه وطلباتك وابتالهم كمان مهتمين بيني الفينجادا لا هو بذب بس اللي حصل تواصل كمان داركت معه باترس بومل فدي ظهراء على فكرة أن معظم الانديا دلوقتي بتكلم من مدربين أجانب وأسماء كمان أسماء قويا يعني باتس بومل كان بشكل كبير جدا كان يبقى موجود في المنتخب الأولمبي كمان صحية ممكن نشوف الدورة الموسم اللي جاية ممكن عدد كبير من المداربين الأجانب يعني فيه رؤساء قندية استقرب بشكل رسمي على إنهاء التعاقد مع المداربين الوطنيين طبعا مش هيتم الإعلان دلوقتي يمكن بعد الدورة ما خلصت آخر يوم النهاردة ورد جدا أن انت تلاقي الموسم القادم بمداربين أجانب هم شايفين رؤساء قندية أن الدورة بقى صعبة جدا جدا المدارب الأجنبي عنده كاريزما وشخصية بيبقى أفضل بكتير جدا من المدارب الوطني اللعب المصري ممكن ما بيخشش المدارب الوطني زي ما بيعمل حساب للمدارب الأجنبي فده ممكن تبقى تزيد الفترة اللي جاية واعتقد كل ما يكون مداربين أجانب باسم موجودين في الدورة المصر بيدي قوة بشكل كبير جدا لتدورة المصر